نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري مرحبا بكم أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه النشرة كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء وزيادة ساعات العمل بهدف استيعاب المتقدمين والتأكيد على تسير الإجراءات جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي من خلال سلسلة الاجتماعات مع المحافظين عبر تقنية الاتصال عن بعض لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات من جانبه أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أنه تم التنسيق مع المحافظات لعمل وردتي عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح كما استعرض اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة وأبرز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وحول ملف التصالح في مخالفات البناء أشار فودا إلى أن إجمالية عدد طلبات التصالح بلغ 792 طلبا وتم تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% وفي اجتماع الآخر متابعة موقف المشروعات الجارية تنفيذها بمحافظة البحيرة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اللقاءات مع المحافظين هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية عن طريق تليل أي معوقات سعيا للانتهاء وفق توقيتات المحددة ولتحسين مستوى الخدمات في هذا الاجتماع تم استعراض لخطة تمويل المحافظة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 800 مليوني جنيه كذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة البحيرة من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي شاملت ثماني قرى وتضمنت 91 مشروعا في قطاعات عدة منها الصرف الصحي ومياه الشرب بنسبة تنفيذ بلغت 90% يتوجه وزير الخارجية سامح شكر اليوم إلى أثنى في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك كما أنه من المقرر أن يشارك الشكر خلال الزيارة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة الإيكونوميست والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط كثفت مصر من جهودها لمساعدة الأشقاء في السودان من مضاري السيول وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية إلى مطار الخرطوم محملة بأطنان من المواد الغدائية شارك في عددها عدد من مؤسسات المجتمع المدني يأتي هذا بينما يواصل السودان جهوده لمواجهة التداعيات والأضرار البالغة التي خلفتها الفيضانات والسيول العارمة رغم حسار مناسيب مياه النيل في معظم المناطق وحذرت السلطات السودانية من احتمال فيضان الدندر الذي وصل إلى أعلى ارتفاع في منسوبه وشهد السودان هذا العام ارتفاعا قياسيا لم يحدث منذ مئة عام في منسوب مياه النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل تواصل المراكز والطبية وعملها باستقبال السيدات لجراء الفحص الطبي الخاصي بالاكتشاف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية مئة مليون صحة مع حالة الحالات التي تثبت التحليل والتشخيص إصابتها إلى بروتوكول العلاج المجاني معنا من داخل مركز طب أسرة الويلي بمحافظة القاهرة محمد حلمي مراسل أخبار مصر بعد التحية محمد هل كنت دعانا على تفاصيل هذا المشهد ومدى أقبال السيدات على عمليات الفحص بالفعل حسان أحدثك من أحد المراكز الطبية التي تستقبل الحالات لإكتشاف المبكر الأورام الثدي هذا المركز واحد من 3593 مركز طبي بجافة محافظات مصر كما أن هناك 101 مستشفى بيتم إحالة الحالات التي تثبت إيجابيتها بالأورام الثدي كذلك حسان وصل عدد الحالات التي تم عمل الفحص الطبي لهم منذ بدل المبادرة وحتى الآن إلى أكثر من 7 مليون سيدة بيتم الكشف من خلال أكثر من 4500 فرق طبية بكافة محافظات مصر معي الدكتورة سعاد محمد مدير الإدارة الصحية بألويلي بمعافظة القيارة دكتورة سعاد كلميني عن الخدمات التي تقدم للسيدات خلال استقبال اللجن لهم إحنا بالنسبة لنا إحنا كمنطقة الويلي كنا بدئين من قبل الكورونا بحملة صحة المرأة وكنا 9 فرق على مستوى المنطقة الحمد لله إحنا مستهدفنا 48 ألف حققنا حتى الآن 12 ألف ومستمرين إن شاء الله حتى نهاية تحقيق هذا المستهدف طبعا بالنسبة للمبادرة المبادرة من أنفع ما يكون بالنسبة لصحة المرأة لأن أورام السدي من الأورام اللي هي سهل تشخيصها مبكرا وعلاجها ناجح جدا ويبتحمي المرأة المصرية من الإعاقة وإحنا عارفين أن أهمية المرأة المصرية في الأسرة إن هي العماد الأسرة فما نمنع حاجة زي كده ونشخصها مبكرا إحنا كده بنمنع وبنحمي الأسرة كلها من إعاقة تدمر الأسرة فالمشكلة عندنا دلوقتي إن إحنا عايزين نوصل الرسالة دي لكل السيدات في البيوت علشان ينزلوا يعملوا هذا الفحص الفحص عبارة عن أولا البيانات بتدخل على السيستم الكمبيوتر عندنا والبيانات لازم طبعا البطاقة للرقم القومي علشان يدخل بيانات السيدة وبعدين بيتم عمل تحليل السكر والضغط وقياس الوزن وبعدين بتقوم الطبيبة بعمل فحص للسدي قبل كل ده بنجمع السيدات ونعمل لهم طوعية وتدريب تدريب عملي على كيفية إنها تتابع نفسها في البيت شهريا وأي ملاحظة تلاحظها أبنورمل أو غير طبيعية بتلجأ إلينا حتى لو مش في معادل متابعة بالتأكيد يا دكتور بالتأكيد حسان أؤكد لك أن هذه الإجراءات بتتم وسط إجراءات احترازية غير عادية من خلال التباعد الاجتماعي لابس الكمامات العمل على تطبيق معايير الجودة بين كل سيدة وسيدة وذلك لمواجهة غيروس كورونا بالتزامن مع عملية الفحص الطبي بتلك اللجان معك عسان أشكرك جدا محمد حلمي على زيت الفصيل المهمة من داخل مركز طب أسرة الويلي في القاهرة أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة وأفادت الصحة في بيانها اليومي بارتفاع عدد المتعافين من المصابين بالفيروس إلى نحو 85 ألف حالة وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي هذا واتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية عالميا أعلنت السلطات في أستراليا أن أولاد فيكتوريا لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين لكنها سجلت 42 حالة إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية في ناحية أخرى خففت الولايات المتحدة الأمريكية من تحذيرتها بشأن مخاطر الصفر إلى الصين معلنة أن بكين حققت تقدما على صعيد مكافحة فيروس كورونا يأتي هدف الوقت الذي فرضت فيه الصين حجرا صحيا على مدينة يرويلي التي تقع في مقاطعة يونان على الحدود مع بورما بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد وقالت بلدية مدينة ترويلي أن المصابين وصلوا من بورما متواعدة بملحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني إلى لبنان حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد حريق شب في مبنى قيد الإنشاء في الحي التجاري بوسط بيروت دون معرفة سبب الحادث وقال شهود عيان أن النيران كانت مشتعلة في جزء بأحد جوانب المبنى قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخمادها كان حريق كبير قد اندلع الأسبوع الماضي في منطقة مرفأ بيروت لكنه لم يسفر عن وقوع أي ضحايا فيما له صلب لبنان تنتهي اليوم مهلة الأسبوعين التي يتفقت عليها القوى السياسية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأخيرة إلى البلاد هذا ويواصل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب مشاوراته بينما تتهم الأوساط السياسية اللبنانية وحزب الله وحركة أمل بالوقوف وراء تأخر تشكيل الحكومة بسبب تمسكهما بوزارة المالية هذا وقد جددت باريس مناشدتها للقوى السياسية اللبنانية الوفاء بتعهدها إزاء تشكيل حكومة سريعا بهدف تنفيذ الإصلاحات الأساسية للبلاد تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل كان وزير الخارجية الإماراتية شيخ عبد الله بن زايد النهيان قد وصل إلى العاصمة الأمريكية على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة نيابة عن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان في مراسم التوقيع في حين يرأس الوافد الإسرائيلي باليمين تنياه رئيس الوزراء وكان وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني قد وصل إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في بروتوكول التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل حضر رئيس الأمريكي دولاند ترامب إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتحدة حيث توعد بأن رد الولايات المتحدة عليها سيكون أقوى ألف مرة على حد قوله وقد جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي بعد تقارير إعلامية أفادت أن طهران خططت لغتيال سفيلة أمريكية في جنوب أفريقيا انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني هذا وقد نفت طهران من جانب هذه التقارير مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة تفقد الرئيس الأمريكي دولاند ترامب اليوم عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في ولاية كاليفورنيا وأكد ترامب خلال اجتماع مع حاكم ولاية كاليفورنيا أن سبب الانتشار الكثيف للحرائق يعود إلى فشل الإدارة المحلية في احتواء النيران وإبعاد المواد القابلة للاشتعال من جانبه انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم اعترافه بدور ارتفاع درجات حرارة الأرض في حرائق الغابات التي تكتاح الولايات الواقعة بالساحل الغربي كانت عشرات الحرائق قد اندلعت منذ أغسطس الماضي على امتداد أكثر من أربعة ملايين فدان في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وواشنطن وأسفرت الحرائق عن مقتل ما لا يقل عن خمسة وثلاثين شخصا كما دمرت عددا من البلدات الصغيرة وهدمت آلاف المنازل وحذر مسؤولو الإطفاء من أن العواصف الرعدية المتوقعة هذا الأسبوع قد تجلب مزيدا من الصواعق وافق مجلس العموم البريطاني مبدئيا على مشروع قانون مثير للجدل قدمت الحكومة البريطانية يسمح لها أن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق البريكزيت الذي أبرمته في العام الماضي مشروع قانون الذي أثار اعتراضات حتى في أوساط الأكثرية المحافظة وافق عليه ثلاثمائة واربعون نائبا في مقابل مئتين وثلاثة وستين صوتوا ضده هذا وسوف تتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم حيث سينظر المجلس الأسبوع المقبل في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان قبل أي تعديل يتعلق باتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأربي تنطلق اليوم أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بشكل افتراضي نتيجة ظروف جائحة كورونا وفي هذا الصدد دعت الجمعية العامة للدول الأعضاء لتقديم خطاب مسجل مسبقا وتشمل اجتماعات هذا العام عددا من الفعاليات المهمة منها المداولات العامة التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم بجانب الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة كما تشهد فعاليات هذا العام انعقاد قمة التنوع البيولوجي في الثلاثين من سبتمبر القادم والتي تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات أعلنت وزارة الخارجية المصرية حصول مرشح مصر السفيرة دكتور محمد عز الدين على أعلى الأصوات في انتخابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حيث حصد 49 صوتا من إجمالي 54 وقد ذكرت الوزارة في بالي لها أن هذه أعلى نسبة حصل عليها مرشح من الأقاليم الجغرافية المختلفة في الأمم المتحدة في الانتخابات التي أجراها المجلس في أولى جلسات دورته الجديدة بنيورك التي خصصت الانتخاب الأعضاء الجدد بالأجهزة المنبثقة عند المجلس أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر أداء من هذه الأمم المتحدة أن فوز المرشح المصري بهذه الأغلبية الساحقة جاء عقب حملة الانتخابية المكثفة قادتها وزارة الخارجية مشيرا إلى أن هذه نتيجة تأتي معبرة عن تقدير المجتمع الدولي للإسهام المصري الهم في مجال صوني ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي إلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة الإخبارية شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء